اهلاً ومرحباً بكم لنتعرف سوياً على إضافة ويبيكس جديد وإضافة الروابط الخاصة في داخله نجي هنا في الأعلى نضغط على علامة الزايد إلى فوق وهذه إضافة الويبيكس الجديد هنا إذا دخلت تبحث عن ويبيكس جديد لكن أنا هنا الآن هعمل ويبيكس خاص فيها فأنا أكتب إسمي طبعاً المدرب زكي فراش فيصير عندي ويبيكس خاص بي أنا والتبويب هذا حيكون فاضي وجديد في البداية الآن أنا حضيف هنا الأربعة اللي أبغاها فأجي هنا على منصة مدرستي أصحب الرابط هذا أعمل له نسخ كوبي ثم أذهب إلى ويبيكس جديد اللي هو الخاص بالمدرب وأضغط هنا وأضيف الرابط الخاص بالويبيكس ده بالموقع طبعاً نضبط ممكن إضافتها على طول إذا أد تايتلز وتنضاف على طول وإنت ممكن تعمل أد أن إدت نضغط على أد أن إدت عشان بس نغير فيها الألوان غير فيها الإسم الرجاء هنا فوق لا تغير أي حاجة هذا الرابط ضروري جداً إلا ممكن تغيره إلا هو الليبل التكست فيحنا نقول التكست نغيره ونكتب مدرستي مدرستي تمام؟ هنا عندك العلامة اللي موجودة أنت تقدر تغيرها من أحد العلامات اللي موجودة هنا فنقول مثلاً نغيرها بصورة الطالب ده اللي موجودة تمام؟ نجيب كده هنا ندور على آيقونة كده رمز جميل نقول مثلاً أحد الرموز هذه اللي موجودة هنا فنبغاها بهذا الشكل نشوف الرمز صارت كيف شكلها مع الويبكس نضغط على الإكس خلاص هذا الآن وصلني إليه نجيب برضو واحد ثاني نقول مثلاً العودة إلى المدارس نعمل نسخ للرابط اللي موجود ونجي هنا نضغط ثم نضع نلصق الماوس الآسفة الموقع ثم آد ونجي نقول هذا إيش إسم الموقع هذا إسمه العودة للمدارس موقع العودة للمدارس تمام؟ ونضغط على الرمز اللي نبغاه ونغيره بأحد الرموز اللي موجودة هنا مثلاً نختار ده شوفينا كيف صار المدرسة العودة للمدارس نكتب العودة للمدارس عشان تكون واضحة موقع العودة للمدارس نضغط اكس تمام؟ بعد كده ناخد موقع اللي هو 360 365 الأوفيس نضغط على أوفيس نقول أوكي ثم نذهب إلى الويبكس الخاص فينا نضغط هنا ونضيف الـ 365 الأوفيس نقول الأوفيس طبعاً جابه على طول الرمز وجاب كل حاجة خاصة فيه طبعاً هو يقدر يسحب الحاجات هذي فزي ما هو كده جميل جداً ورائع تمام؟ طيب الآن عملنا هذه الأربعة نجي أعمل أربعة جديدة مثلاً نجي نقول على ماينكرافت مثلاً على سبيل المثال ناخد الرابط هذا اللي موجود منصة الخاصة بماينكرافت نعملها نسخ ثم نأتي إلى هنا ونضعها كده حسب الاهتمامات طبعاً نضغط فوق في الأعلى هللاقي جاب الرمز إذا ما جاب الرمز هتأخذ أنت رمز موجود كريب منه ثم نكتب ماينكرافت الإصدار التعليمي موجود تحت على طول هو كتبه ثم نضغط على اكس وبدأ أنا أضيف وأصنف في كل تصنيف من هذه التصنيفات أضغط على ايدت إذا بغضت على ايدت وأجي هنا مثلاً بدل ما أخلي ترانسفيرنسي أخلي أقفل ترانسفيرنسي اللي هي الشفافية خلاص كده الآن أصبحت الشفافية قوية جداً والمواقع موجودة إذن هذه طريقة إضافة ويبكس جديد مع ويجز وتبدأ تصنيف رجاء أن أبدأ التصنيف إن شاء الله ترسلوها لنا ونراكم قريباً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته